أيوة لما يتجيلي هدية أنا بنبسط جداً ومش لازم فعلاً لها يعني تحس كده الواحدة بتتغير لإن الواحدة كده بتفرح تحس كده مهمة أيوة لإن اللي قدامك بيقولك أنا فاكرك أيوة أنا فاكرك مش مهمة قيمة الهدية المهمة أنا فاكرك أنت في بالي طيب تعالوا بقى نخلي الموضوع يبقى حلو ليه لآخر ماينفعش أديك هدية وأنا بحبك وتبقى زي الدبا اللي قتلت إيه صاحبها أيوة يعني أنا أديك هدية عشان تفرحي بيها وبعين تاني يوم نلاقي الدنيا مهلعة وعلاقتنا بطبوز وبترتبك وبيحصل مشاكل لا طيب طاقة الماء إيه؟ توتر المية معروفة أنها توتر إذا ما أديك حاجة سيلة بوتر العلاقة بيني وبينك هتلاقي بعد الهدية نبتدي بقى إيه؟ الكلمة أتعديش يحصل اختلاقات مشاكل أتلك كيكلك ما أنا خلاص ما أنا هديتك أتوتر يعني طاقة المية دي توتر؟ توتر أنا بهدهالك إذا أنا بديك إشارة أن تعالي نتوتر العلاقة بيني أنا جيت هديكي جيت أعمل لك حاجة كويسة جيت أقدم لك باية الشاي رحت أحط لك السكرية كلها شوية بحيبك قوي حطت لك كل السكر اللي عندي فأنت بتعرفيش تشربين وإحنا بنروح نختار بقى أغلق زازة بارفان ونفضل نختار المركة هو أحسن برضو آه دي البرفانات بتجيب توتر في العلاقة وهي غالية أصلا فهي بلايها أساس هي البرفانات بقت غالية جدا دلوقتي فبلاش بارفانات خارج لا نشتريها إحنا نشتريها لكن ما تخديهاش هداية يعني ما ندهاش هداية برضو أول هداية بتيجي في تماغنا إحنا كستات في عيد جوازي أو في عيد ميلاد جوزي أو خطيبي الساعة الله عليكم أقول لها روح أجيب ساعة حلوة كده الله عليكم مركة كده غالية عشان يعرف أنها دقعة الله عليكم ده الساعة دي طلقت نص الناس اللي عرفهم كلهم دي امفصال الساعة دي امفصال الساعة دي ترددها هو التوقيت هو الساعة هو سير الحياة حتى في البيت في طاقة المكان في البيت وجود الساعة مثلا فوق سرير قضي تنومك ده غلق جدا جدا خصوة المتزوجين ليها مكان معين ليها مكان معين برا غرف النوم في الصالة برا ما فيش حاجة أسمع أنا ما بدخل مكانة ألاقي حتى لو دخلت محل لقيت الساعة متوقفة أنا بجي لي حالة عصبية أروح راح فين الأونر يا جمعة لو سمحت ساعات يعني أقول له بس أجيب لك بطارية على حسابي لو البطارية فاضية بايزة رمية جدا تفضل شغال يعني انت يعني لو أنا عندي ساعة في البيت وهي بايزة مش شغالة لا 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 دي تجيب طاقة سالبيل انت موقفة حالك وبعيني أرجع يقول لك ايه هو أنا عندي تعطيل ليه هو أنا حكتي ما بتمشيش ليه هو أنت مدية لكون طاقة السبات أنا قفة في مكاني الساعة ما لا تمشي والأيام بتجري وانتي لسه قفة على الساعة 12 يوم واحد تسعة الفين تلاتة وعشرين ولا الفين واحد وعشرين خليكي حبيبتي في التقل بردي إيه دا طب داي خليني بردو دماغي تشتغل أكتر ساعة الإيد آه ساعة الإيد آه طب أنا ملبسها اكسسوة بصي تلاقيني على فكرة لا في حلقتي أنا نادر أن أنا ألبس ساعة أنا أساسا آه أساسا يعني أنا لا الساعة دي يا جماعة حاجة كده آه يعني منحسس عليها بتوقف الحال بتجبهاش دا يا جيم أنا في مركز تصوير شهير روحت يعني قلت له عشان خطري اللي هو كان عامل عرضي على إيه بقى صورة الزفاف ولا صورة عيد ميلادك في شكل برواس ساعة يا جماعة الناس تتطلقت اتطلقت وانفصلت بقيتها يقولوني طب نعمل إيه البرواس غيني السورة أقول لهم يا تشيلوا العقارب يتشيلوا الصورة يتخل لها ساعة بس يتخل لها صورة بس لكن ده إنت حاطة التوقيت على صور إنت بتعمل إيه طب أنا كستة مثلا ممكن يبع عندي علبة على التسريحة فيها ساعات كتير أديمة حالوة دميلة أديمة ومش شغالة لا يعني الحجر خلاص مش شغالة لا شغاليها حبي لازم آه طبعا أنا كلامك دراتي اللي خلاني افتكر في الساعات يا شغاليها يا إيه تقفلي عليها اللي هو كائن مهمل آه بس أنا ما بحبش كده اللي هي تقولك ساعات ساعة غالية يعني دايما في الشبكة تقولي جاب لي إيه ساعة ده أبقى له حرام عليكم أنت بتنفصلوا من قبله ما ترتبطوا بلاش الساعات في الشبكة بلاش في الشبكة لأ ساعة أنت تروح تشيل نفسك ساعة لنفسك لكن هذه لأ الساعة دي تعتني بيها جدا دايما شايفة أنها شغالة دايما لا ما تترميش ما تتبهدلش ما تتحطش فوقت النوم لأ الساعة دي نحسس عليها كيف طيب في مع الهدايا دايما إحنا كبنات نحب نجيب بوكي وردة حل وجوا شوكولات أو هو خطيبي يلدقي داخل علي بورده جوا شوكولات فبرضه أنا سمعت إن الشوكولات مشكلة طبعا لأنها إحنا قلنا كل حاجة ليها تردد الشوكولات دي من عنصر النار فعنصر النار الشوكولات تلقت من عنصر النار بس الحلويات عمتا والسكريات عمتا وهي السكريات مضرة فأنا بقول يا جماعة لأ الشوكولاتة لأ ثم نروح لمريض نجيب له شوكولاتة ونجيب له ورد أنا في الصين لقيتهم حاجة جميلة جدا ولقيتها حاجة فعلا إحنا ليه ما فكرناش فيها ما بيدوا ورد البعض بيروح المشكل يجيبوا ورد في التينة بتاعتهم حتى بسألهم بقولها لي قالت لي ليه أدي ورد عند حد يموت ليه أدي طاقة النهاية ما هو هيدبل وينشف يموت حتى هناك ما تلاقيش واحدة صينية في بيتها ورد مجفف تقول لي ليه ما عندي الورد اللي زوه حياة طب ما أدي طاقة الحياة فبصي وفكرت زي فهما هناك بيدوا هدايا الورد في الشالية بتاعتها فبقيت حتى أنا بقيت عمل كده قالوا ليه أديك ورده ومبالغ في السعر وقوي وأشكال وألوان طب ما أنا أديك ورده طبيعي جميلة وتحطيها عندك في البلكونة وفيها حياة وتفرحي وكل ما تشوفيها هتعملي إيه تهاد وتحبه هتفتكريني بالزبط لكن دايماً قلوم الهدايا المنتهية ده مش هدايا زكية يعني أنت شايفة الورد اللي بيتقدم في المناسبات ده مش كويس برضه لا خالص لأن ده ورد قريدي خلاص بنتهي لأنه تقطب لا روحي رايحة المريض هاتيله فشالي هيخده هو ماشي فيها حياة فيها ده هو ما يقوم كده يبص يلاقي الوردة جميلة بتحيي أنما تخيالي هو ماشي عمال يرمي ورد قديم يعني تلاقي كل اللي في المستشفيات تلاقي وانتي ماشي كده الباسكت مرمي فيه إيه ده هديتك ترمت